سؤال عن الناس الإلكتروني مع المزير والتشريعات القانونية المتصلة بهذا الجانب فترة الأخيرة برز عدد من المواهر التجاوزات آخرها ما رحت بعض الناس الإلكترونية عن تجاوز المتصلة بهذا الجانب ماذا عن تحديد التشريعات القانونية حتى يتوصل للملتقى إصدار تشريعات تختص بهذا الجانب شوف هذا السؤال مهم جدا وهذا السؤال اللي بالواقع كان شاغدنا وكثير حقي المؤتمر هذا تعرف هذه التشريعات بالنسبة للصحافة الإلكترونية اللي تخصنيها داخلنا المؤتمر ما لقعه فيه ربما يوصي طبعا أنه هناك تشريعات دولية لهذا الموضوع لكن نحن في المملكة العربية السعودية فكلمت هذا الموضوع وزارة الإعلام ولو نفكر في هذا الموضوع الآن نحن بنضع كانت تشريعات لهذا الأمر ويعني سيكون هذا الأمر واضح وسيكون كل جريدة إلكترونية أكيد لها قوانين للنشر واللبث لن يكون هناك أي فوضى بهذا الأمر وسيكون هذا الأمر قريبا جدا خريبا جدا نحن في المنقر في سعودية يعني حريصون يعني من صورة كبيرة جدا ونحن نتابع اليابيسيين الفوضى هذه ما نحن نقبلها ما نحن نقبلها الآن بنشوف لا حصر على حقيقة نحن يجب أن ننظم هذا الأمر أن نحن نعرف أن هذا المستقبل حيكون لأن أجل ذلك يجب أنه كانت تنظيم واضح يحدد البس في هذا المجال طريقة البس الرخصة كيف نمنح الرخصة لمن نمنح الرخصة بشيء القوائي لأنه أي شيء فيه فوضى أو ما فيه فوضى حقيقة يسبب فوضى أكثر يسبب فوضى أكثر يعني السؤال مهم للغاية حقيقة ونحن في سبيل لتنظيم هذا الأمر لتنظيم هذا الأمر ربما ما حصلت هذا الأمر مصورة يعني شاملة مع الأخوان ونحن على الأخوان ومشو بيشتجارونهم بهذا الأمر ليستفيد منه لكن إن شاء الله بداخل هنا بالمركة العربية السعودية يعني عارفين هذا الأمر ومنحس أنه يجب أن يكون هناك تنظيم سريع لهذا الأمر ليوضع كل شيء في نصابه لتنظيم لتنظيم